لما يجي لك الخوف والشعور بالخطر قبله بالدعاء وحسن الظن بالله وصلي على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الصلاة مش هو حضرة النبي قال له أجعل لك صلاتي كلها قال إذن كفيت همك ووقيت يعني عايز تسر في الخطر وتكنس كل غبار الخطر وكل الملامح اللي ممكن تحسسك بأن الدنيا مسودة اكنس لكله بالصلاة على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم احنا وعشان كده قلنا استمر في عملك لكن لازم كمان تكون مع الصلاة على حضرة النبي وانا بقول لك صلاة مجربة في هذه الحالة قول اللهم صلي صلاة كاملة عمل على من حمل همي قبل أن يكون لي هم وسلم سلاما تاما على من يحتمي به كل من يطلب الأمن فاللهم اجعل صلاتي عليه أمني طول حياتي نور الدعاء احنا بأمانك في كل وقت وحين ترجمة نانسي قنقر